السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع أخذنا في الحصة السابقة درس المحافظة على المياه في وطن وقمنا بشرح الجزء الأول من هذا الدرس وهو طرق المحافظة على المياه في وطن داخل المنزل سأقوم بعمل مراجعة سريعها لما تم أخذه سأكمل اليوم بعون الله وتعالى باقي الدرس تحدثنا عن استخدامات المياه وفوائدها منها الشرب وأعمال المنزل وفي الزراعة وفي الصناعة كما نوهنا إلى أن الأردن وطننا يعاني من نقص في المياه ونقصد بنقص بالمياه أي شح في المياه كلمة شح تعني كلمة نقص في المياه وتحدثنا أن هناك طرق للمحافظة على المياه في داخل المنزل في الطريقة الأولى في أثناء الغسيل والاستحمة وقد أوضحنا طرق ترشيد استهلاك المياه في أثناء الغسيل والاستحمة وقد ذكرنا منها استخدام كوب ماء في أثناء تنظيف الأسنان بدلاً من فتح السنبور ثانياً فتح السنبور وأجلاقه في أثناء غسل الوجه والوضوء ثالثاً استخدام أدوات توفير للمياه مثل المرش واستخدام الدرو ليصل السيارة واستخدام قطع معدنية توضع على ثنبور المياه للتقليل من تطفق المياه واستعمال كمية مناسبة من الماء في أثناء الاستحمة أيضاً تحدثنا عن طرق المحافظة على المياه في المطبخ منها غسل الفاكهة والخضروات في وعاء مملوء بالماء استخدام كمية مناسبة من الماء في تنظيف الأواني والصيان الدورية لأنبيب المياه أما اليوم سوف نتحدث عن طرق المحافظة على المياه في وطني ولكن خارج المنزل داخل المنزل كان في أثناء الغسيل والاستحمام وفي المطبخ لكن ما هي طرائق المحافظة على المياه خارج المنزل طرائق المحافظة على المياه خارج المنزل يا رابع أولاً في الحديقة في أثناء غسل السيارة وفي المدرسة إذن ما هي طرائق المحافظة على المياه خارج المنزل هناك ثلاث طرق أولاً في الحديقة ثانياً في أثناء غسل السيارة ثالثاً في المدرسة إذن ما هي طرق المحافظة عن المياه خارج المنزل؟ أولاً في الحديقة ثانياً في أثناء غسل السيارة ثالثاً في المدرسة سأقوم بتوضيح كل واحدة منها على حدة أولاً ما هي طرق المحافظة أو ترشيد استهلاك الماء خارج المنزل تحديداً في الحديقة؟ تحديداً في الحديقة أولاً استخدام نظام الرذاذ أو التنقيط في الري استخدام يا رابع استخدام نظام الرذاذ أو التنقيط في الري لماذا؟ لماذا علينا استخدام نظام الرذاذ أو التنقيط في الري لخفض استهلاك المياه لخفض استهلاك المياه؟ لخفض استهلاك المياه إذن أولاً ما هي طرق المحافظة أو ترشيد استهلاك الماء في الحديقة؟ علينا باستخدام نظام الرذاذ أو التنقيط في الري سبب ذلك سوف أطرح عليكم سبب علل نستخدم نظام الرذاذ أو التنقيط في الري لخفض استهلاك المياه لخفض استهلاك المياه مياه إذن وعيد علل هنا مهم استخدام نظام الرذاذ أو التنقيط في الري لماذا نستخدم نظام الرذاذ أو التنقيط في الري لخفض استهلاك المياه لخفض استهلاك المياه ثانياً عدم ري المزروعات وقت الظهيرة لماذا؟ لتجنب زيادة نسبة التبخر لتجنب زيادة نسبة التبخر إذن لنقوم بري المزروعات يا رابع وقت الظهيرة وقت عندما تكون أشعة الشمس منتصفة عمودية لماذا؟ حتى نتجنب زيادة نسبة التبخر وبالتالي تموت المزروعات إذن أولاً ما هي الطرق المحافظة على المياه خارج المنزل تحديداً في الحديقة أولاً أستخدم نظام الرذاذ أو التنقيط في الري والسبب لخفض استهلاك المياه حتى أخفض من كمية المياه المستهلقة ثانياً عدم ري المزروعات وقت الظهيرة لماذا لا نقوم بري المزروعات وقت الظهيرة؟ وقت الظهيرة تكون أشعة الشمس قوية وبالتالي أشعة الشمس تزيد من نسبة تبخر المياه فإننا نعمل على أعدم ري المزروعات وقت الظهيرة بتجنب زيادة نسبة تبخر المياه النقطة الثالثة يا رابع زراعة نباتات منزلية تستهلك كميات قليلة المياه زراعة نباتات منزلية تستهلك كميات مياه قليلة أقوم بزراعة نباتات منزلية أي في المنزل؟ في الحديقة لأننا نحن نتحدث عن طرق المحافظة على المياه خارج المنزل في الحديقة نقوم بزراعة نباتات أي نباتات منزلية بمعنى نباتات تعيش في حديقة المنزل هذه النباتات تستهلك كميات قليلة من المياه إذن أول طريقة من طرق المحافظة على المياه أو من طرق ترشي استهلاك المياه خارج المنزل في الحديقة أولا استخدام نظام الرذاذ أو التنقيط في الري لخفض استهلاك المياه للتقليل من استخدام المياه عدم رين مزروعات وقت الظهيرة لتجنب زيادة نسبة التبخر وزراعة نباتات منزلية في حديقة المنزل تستهلك كميات مياه قليلة أحسن الطريقة الأخرى يا رابعة ما هي طرق المحافظة أو ترشيد استهلاك الماء خارج المنزل تحديدا في أثناء غسل السيارة في أثناء غسل السيارة في أثناء غسل السيارة كيف نحافظ على المياه أثناء غسلنا للسيارة؟ أفضحت سابقا نضع الماء في دلو بدلا من استخدام الخرط وبدلا من استخدام الخرط إذن ثامي طريقة من طرائق المحافظة على المياه خارج المنزل في أثناء غسل السيارة ما هي الطريقة المتبعة للحفاظ على المياه في أثناء غسل السيارة؟ وضع الماء في دلو بدلا من استخدام خرطوم المياه أحسن أما الطريقة الأخرى من طرائق المحافظة على المياه خارج المنزل هي في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة ما هي طرق المحافظة أو ترشيد استهلاك الماء خارج المنزل وتحديدا في المدرسة تحديدا في المدرسة أولا عدم استخدام الماء وسيلة للتسلية أو اللهو لا نستخدم الماء لا نستخدم الماء كوسيلة للعب أو للتسلية أو للهو بالتالي نقدر كميات كبيرة منه كاللعب في البلدين المملوئة بالمياه ثانيا إبلاغ إدارة المدرسة في حال وجود تسرب للمياه في حال وجود تسرب في المياه إذن الطريقة الأخرى يرابع من طرق المحافظة على المياه خارج المنزل في المدرسة كيف المحافظة على المياه خارج المنزل تحديدا في المدرسة على استخدام الماء كوسيلة للتسلية أو اللهو إثنان إبلاغ إدارة المدرسة في حال وجود تسرب للمياه إذن يا رابع سأقوم بتلقيص الدرس سريعا من طرق المحافظة على المياه في وطني طريقتين إما المحافظة على المياه في وطني داخل المنزل أو المحافظة على المياه في وطني خارج المنزل ما هي طرق المحافظة على المياه داخل المنزل في أثناء الغسيل والاستحمام وفي المطبخ؟ أما ما هي طرق المحافظة على المياه خارج المنزل؟ أولا في الحديقة ثانيا في أثناء غتل السيارة ثالثا في المدرسة أما في الحديقة من طرق المحافظة على المياه فيها استخدام نظام الرذاذ أو التنقيط في الري مهم السبب لماذا؟ لخفض استهلاك المياه ثانيا عدم رين المزروعات وقت الظهيرة والسبب لتجنب زيادة نسبة التبخل وثالثا زراع نباتات منزلية في حديقة المنزل تتسم هذه النباتات باستهلاك كميات قليلة من المياه أما من طرق المحافظة على المياه في أثناء غسيل السيارة نستخدم أو نضع الماء في دلو بدلا من استخدام خرطوم المياه وأخيرا من طرق المحافظة على المياه خارج المنزل في المدرسة عدم استخدام الماء كوسيلة للتسلي أو اللغو وإبلاغ إدارة المدرسة في حال وجود تسرب للمياه طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع سوف أقوم بعوني لله وتعالى بحل أسئلة الدرس في الحصة القادمة بالحصة القادمة الموجودة في الكتاب صفحة ثلاثة وأربع سوف أقوم بحل أسئلة الدرس في الحصة القادمة وسوف أقوم بعمل امتحان قصير في الدروس التي تم أخذها بالإضافة إلى حال الأسئلة ألقاكم بعوني الله وتعالى الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته